قصة صالح عليه السلام كانت قبيلة مشهورة يقول لها ثمود يسكنون الحجرة الذي بين الحجاز وتبوك وتقع منطقة تبوك في شمال غرب المملكة العربية السعودية بجوار دولة الأردن يحدها من الشرق الجوف وحائل ومن الجنوب المدينة المنورة ومن الغرب خليج العقبة والبحر الأحمر أنعم الله عليهم بكثير من النام والخيرات لكنهم لم يستخلصوا الدروس مما حدث لقوم عادن الذين آذوا نبيهم هودا وعصوا أوامر الله فكان العقاب عذابا في الدنيا والآخرة وهكذا غرقوا في متع الدنيا وملذاتها وعبد الأصنام فبعث الله فيهم رجلا منهم هو النبي صالح عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يخلعوا الأصنام ولا يشركوا به شيئا فآمنت به قلة منهم أما الكثيرون فأخذوا يستنزئون به وبما ينتظرهم من عقاب يوم القيامة لم تكن دعوة النبي صالح عليه السلام بحاجة لدليل يثبت صدقها فقد كان النبي صالح عليه السلام يضيء وجهه نور النبوة ورغم ذلك أحقوا به من كل جانب يصفونه بالمسحور ويلسقون به صفة الكذب وانبرت جماعة تقول بأنه لو كان نبيا لأعطاه ربه شيئا لا عهد لهم به يثبت دعواه كان من عادة قوم سمود أن يطلقوا نوقهم ويجمع ناقة تسرح في الأرض فكان الذليل نبوة صالح عليه السلام ناقة ترمز لقوة الله الذي قوته فوق كل قوة وكان يجب عليهم أن لا يمسوها بسوء وأن لا يقطع عليها طريقا أما كيف ظهرت ناقة النبي صالح عليه السلام فذلك في حد ذاته معجزة فقد انشقت واحدة من الصخور لتنبعث منها ناقة صالح عليه السلام بقدرة الله القادر على كل شيء انبعاثها من بين الصخرة كان كافيا كي يصدقوا أن صالح عليه السلام نبي مرسل من عند الله لكن ذلك لم يثنه عن معصية الله ونبيه وكان من بين خوارق ناقة النبي صالح عليه السلام أنها كانت كل ما شربت من نبع ماء تمتنع بقية الدواب عن الشرب منه وقيل إنها كانت تعطي من الحليب ما يكفي القوم جميعا وذلك بإذن من الله القادر على كل شيء وكان من بين خوارق ناقة النبي صالح عليه السلام أنها كانت كل ما شربت من نبع ماء تمتنع بقية الدواب عن الشرب منه وقيل إنها كانت تعطي من الحليب ما يكفي القوم جميعا وذلك بإذن من الله القادر على كل شيء إن قسم قوم ثمود إلى قسمين قسم يمثل القلة القليلة آمنوا بالنبي صالح وبدعوته إلى عبادة الواحد الأحد وقسم يمثل الأكثرية أصروا على أن لا يتبع النبي صالحا عليه السلام وواصلوا اتهامهم له بالكذب ومعاداته لآلهتهم ولأن ناقة النبي صالح عليه السلام كانت دليلا قاطعا أن الملك والعزة لله وأنه الخالق والمتصرف في كل شيء أخذوا يفكرون في طريقة للتخلص منها اتفق الكفار على قتل الناقة لم يكن التفكير في قتلها فقط لأنها تثبت بالدليل القاطع أن آلهتهم لا تأخذ ولا تعطي وأنها مجرد تماثيل جامدة لا تسمع ولا ترى بل عقد عزمهم على قتلها لأنها تهدد مصالحهم وتساوي بينهم بين الفقراء من القوم كذلك لم يقرروا قتل الناقة فقط بل اتفقوا على قتل النبي صالح عليه السلام بعد قتلها وهكذا كلفوا رجالا أقوياء قلوبهم لا تعرف الرحمة بمهمة قتل الناقة ثم قتل النبي صالح عليه السلام أعد القسات أسلحتهم استدادا لارتكاب شريمتهم عندما هيئوا عدتهم وعتادهم هجموا على الناقة يطعنونها من كل جانب إلى أن أسلمت روحها لخالقها بلغ النبي صالح عليه السلام خبر قتل الكفار للناقة فنزل عليه نزول السائقة وغضب غضبا شديدا فخاطبهم قائلا تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب صورة هود الآية 65 ثم ترك النبي صالح عليه السلام ومرت ثلاثة أيام والكافرون يهزؤون بالعقاب الذي وعدهم به النبي صالح عليه السلام وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن دوي صوت قوي تفتتت له الجبال الذي كانوا يسكنونها فهلك كل حي فيها هلك قوم سمود ولم ينجوا منهم سوى القلة القليلة التي آمنت به وغادرت المكان معه قبل النزول غضب الله على الكافرين فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين